بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة بداية اتجاه الدهب تاني اتجاه الـ 2800 2800 جنيه لعيار الـ 21 يا طرى دي هنشوفها إمتى؟ هقول لحضرتك دلوقتي شايفين ارتفاع في الدهب عالمياً إمبارح ولكن عندنا هنا في مصر الدهب ما ارتفعش بنفس القوة هقول لحضرتك دلوقتي إيه الأسباب؟ وإمتى هتشوف الدهب بيرتفع بنفس القوة؟ وإمتى هتوصل في الـ 2800 دي؟ وإمتى هتوصل لأكتر من كده؟ زي ما قلت لحضرتكو الحلقة الماضية هجاوب حضرتكو على كل التساؤلات دي بس ياريت لو حضرتكو ما شتركوش في القناة تشتركو في القناة وتفعلو زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد إمبارح شفنا ارتفاع في أسعار الدهب أكتر من 30 دولار للقوية الوحدة أنا قلت لحضرتكو أول إمبارح إنه لو شفت انخفاض هيكون انخفاض بشدة ولو شفت ارتفاع برضو هيكون ارتفاع بشدة لكن المشكلة دلوقتي إنه عندنا هنا في مصر ما تعرفش إيه اللي حصل الدهب مش ماشي مع عالميا منفصل تماما عن الوضع العالمي عندنا إمبارح ما شفناش أي ارتفاع بعد ارتفاع السعر العالمي وده شيء غريب جدا طبعا الناس اللي شريع دهب بالغالي بدأت تقلق في روحوا شوية لما عرفوا إن الدهب بدأ يرتفع عالميا ومنتظرين الارتفاع يجي هنا عشان لو كانوا هيخلصوا من الوضع ده كله وهيبيعوا دهبهم ولكن شايفين انهيار برضو في أسعار الدهب عندنا هنا في مصر الناس خايفة وما تعرفش إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية عارفة السؤال ده بيدور في دماغ حضراتكو كتير جدا سواء شاري دهب بالغالي أو عاوز تشتري دهب بس خايف تشتريه وما تشوفش ارتفاع في الأسعار تاني فتخسر فلوسك في الدهب منظرين لازم تكون عارف ليه الدهب ارتفع عالميا بالشكل الكبير ده السبب انه معدلات التضخم الأمريكية ظهرت مبارح وده أنا قلت لحضراتكو ده مؤشر قوي جدا 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 إما لرفع أسعار الفايدة أو تسبيت أسعار الفايدة يعني بيدل حضرتك مؤشر انت رايح فين الشهور اللي جاية هي طلعت أكتر من المتوقع وده جه طبعا في صالح مؤشر الدهب وضد مؤشر الدولار تعالوا نشوف البيان بيقول لنا إيه أظهرت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة الأمريكية بيانات سلبية على أساس سنوي وانخفض مؤشر المستهلك الأمريكي على أساس سنوي إلى 3% وهو أقل من توقعات الأسواق على أساس سنوي التي أشارت للتباطؤ في توقع منها حوالي 3 واحد من عشر وكانت أشارت للتباطؤ في توقع قبل كده يعني قبل كده القراءة السابقة سجلت 4 بوينت زيرو في المية خلال مايو الماضي وفي نفس القراءة السابقة زي ما قلت لحضراتكم كانت 4 بوينت زيرو في المية يبقى كده نمو التضخم الأمريكي على أساس شهري كان بطيء طيب على أساس سنوي برضو كان أقل من التوقعات ده سبب كان أقل من التوقعات تقريبا بحوالي 1% طبعا ده كله جيه في صالح الدهب وضد مؤشر الدولار أسعار الدهب بعد البيان بحوالي لحظات قليلة جدا وصل 1957 دولار للأوقية بارتفاع حوالي 28 ل39 دولار للأوقية الواحدة عندنا في مصر الدهب حوالي زاد حوالي 10 جنيه ل15 جنيه ممكن يكون كمان ما قصرش حجز ل20 جنيه أهم بيان لازم تكون حضرتك عارف أنه أهم بيان بيعتمد عليه الدهب أو أي بنك مركزي في العالم في اتخاذ قرار تسبيت أسعار الفايدة أو رفع أسعار الفايدة هو بيان التضخم آه في بيانات تانية مهمة كتيرة جدا 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 ولكن أهمها هي بيان التضخم لأنه اللي حصل مبارح ده غير كل التوقعات كتير جدا 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 كانوا حوالي 80% من المحللين الاقتصاديين بيتوقعوا أنه يرفع أسعار الفايدة ولكن دلوقتي بقت توقعاتهم مختلفة جدا جدا على أنه هيسبت أسعار الفايدة أنا عن نفسي بقول له حضرتك لا هو هيرفع أسعار الفايدة لازم هيرفع الاجتماع ده كمان الراجل ده دايما بيتحدى الواقع ليه؟ لأنه لما كان عنده أزمة البنوك برغم كل اللي حصل وإنه هم قالوا أنه هو السبب وعشر مرات رفع للفايدة هم كانوا السبب في ده برضو رفع أسعار الفايدة دلوقتي هو عنده إلى حد ما برضو يعني تمتع شوية في موضوع التضخم عنده مكتسابات قديمة ممكن يكون بيشتغل على أساسها فأنا بقول لحضرتك برضو هو يرفع أسعار الفايدة لكن النهاردة فيه توقعات كتيرة جديدة كتير جدا جدا بتقول لنا لا هو هيسبت أسعار الفايدة مبارح بقى كان فيه تصريح خطير جدا جدا من مجلس الدهب العالمي بيقول لحضرتك على أساس الاستطلاع اللي عملوه من يومين واللي أنا قلته برضو لحضراتكو في الحلقة الماضية أنه مؤشر الدولار هينخفض جدا في الأيام القادمة ومؤشر الدهب هيرتفع جدا وبينصح الناس باقتناء الدهب وده سبب التاني في ارتفاع أسعار الدهب عالميا لازم تكون عارف أنه فيه ضعف غير عادي في مؤشر الدولار اليومين دول عشان كده بدأت التوقعات تختلف تماما من تاني لأنه لو سبت أسعار الفايدة كده بدأت التوقعات تختلف لو سبت أسعار الفايدة وبعدها أصدر لازم تكون عارف أنه اللي هيحصل الأيام اللي جاية هيكون ممكن يكون كله عكس بعضه إزاي؟ هو لو سبت أسعار الفايدة وبعدها على طول ما عملش أي تصريح زي المرة اللي فاتت وقال لنا أنه هيرفع أسعار الفايدة هتشوف ارتفاع جنوني في أسعار الدهب لكن حتى لو سبت أسعار الفايدة وبعدها على طول طلع التصريح في البيان اللي بيبقى بعد الاجتماع وقال متوجه هنا لرفع أسعار الفايدة وتاني هنرفع أسعار الفايدة ساعتها هنشوف برضو انخفاض بشكل رهيب جدا في الدهب قلت لحضراتكم كتير جدا أن التصريح اللي بيصدره بعد الاجتماع ده بيبقى أهم كتير جدا على الدهب أكتر من الاجتماع نفسه الاجتماع بيدي مؤشره للدولار والتصريح بيدي مؤشره للدهب يعني القصة كلها مش في التسبيت والرفع القصة كلها في أنه ما يقولش أنه بعد الاجتماع متوجهون لرفع أسعار الفايدة قبل كده رفع معنا 25 نقطة أساس طلع بعدها بساعتين وقال البيان اللي بقول له حضرتك ده وقال له متوجهون لرفع أسعار الفايدة الدهب انخفض بالرغم أنه رافع أسعار الفايدة ومن الطبيعي أنه الدهب يرتفع طيب عندنا هنا بقى في مصر القصة إيه؟ مش هما المفروض أيلن لنا أنه الدهب هيمشي معه عالميا هقول له حضرتك عندك سببين اتنين ما فيش غيرهم السبب الأول أنه خلاص خزينة الدولة دخلها مبارح مليار بوينت 900 مليون يعني مليار و 900 مليون دولار أمريكي يعني البلد حاليا عندها شوية متنفس من الدولار ولازم تكون عارف أنه المحرق الرئيسي لأسعار الدهب هو الدولار طيب يطرى إيه الوضع اللي هيكمل في الأيام اللي جاية هقول لحضرتك بس الأول السبب التاني السبب التاني أنا قلت لحضرتك هو التلاعب من التجار أنا قلت لحضرتك هو هيبدأ يصدر لك تصريحات سلبية وده اللي بنشوفه دلوقتي على كل المواقع إيه لحق بيع دهبك بسرعة بيع دهبك مش عارفة إزاي يعني الناس دي بتقول لحضرتكو بيعوا الدهب اللي معاكو وإنت داخل على تعويم إزاي بيطلب من حضرتك تروح تتخلص من الدهب اللي معاك وتحوله لفلوس داخل عليها تعويم والتضخم عليها وصل 41% كل اللي بيقول لحضرتك كده ده ربنا هيحسبه على الكلام اللي بيقوله إزاي بينصحوا حضرتكو بكده ولكن كتير جدا من بعض المواقع بتبقى شغالة معاهم طيب بيقول لحضرتك ده عشان زي ما قلت لك التصرحات السلبية دي بتخوفك وتخضك على فلوسك فتروح بسرعة تبيع له الدهب فيبدأوا يلموا الدهب اللي موجود من مع الناس اللي اشتروا بسعر غالي وياخدوهم بسعر رخيص وبعدها بشوية يبدأ يرفع أسعار الدهب ويبيعوا لحضرتك تاني لأنه انت كده كده مش هتلاقي أي استثمار في مصر يحفظ لك قيمة أموالك غير الدهب فبسرعة برضو هترجع تروح له تاني وهتشتري منه أسعار الدهب لما تقتنع إنه الدهب الغطاء الوحيد لكل الاوعية الدخارية وكل الفلوس وكل العملات الورقية بصفة عامة وكل الاستثمار ما ينفعش ما يبقاش عندك غطاء من الدهب طيب إيه اللي متوقع في الأيام اللي جاية هتشوف تزبزب ما بين ارتفاع بشدة أو انخفاض بشدة ولكن اللي انخفاض هيأثر شوية أو هيكمل معانا شوية لإمتى لحد شهر تسعة لأن شهر تسعة فيه حدثين مهمين جدا 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 فيه اجتماع الفيدرال لأمريكي الآخر اجتماع هيثبت فيه أسعار الفايد هيرفع فيه أسعار الفايدة ده عالميا عندنا إحنا هنا بقى في مصر عندنا تعويم يبقى إحنا كده عندنا حدثين أهم من بعض بكتير جدا ساعتها هتشوف ارتفاع جنوني للدهب يبقى بالنسبة للناس اللي هتبيع الدهب اسمع كلام رئيس مجلس الدهب العالمي مش بتكلم عن حضرتك رئيس شعبة الدهب عندنا هنا في مصر بقول لحضرتك لأ البيان ده طالع من مجلس الدهب العالمي ده كده بالنسبة لللي عايز يبيع الدهب الدهب يا جماعة كلمة الدهب زينة وخزينة مخزن للقيمة ده كده بالنسبة لللي عايز يبيع طب بالنسبة اللي عايز يشتري المستويات الحالية محترمة جدا مش عادلة لكنها محترمة بما انه هي قريبة شوية من عالميا تبقى محترمة هتروح تشتري الدهب بتاعك ولكن عنده كل نقطة انخفاض هتشتري بجزء من فلوسك مش هنشتري دهب غير من الساغة الدهب الانلاين ملناش علاقة بي الحلقة دي حضرتك هترجع لها تعرف اي نوع الدهب اللي هتشتري اي نوع السبيكة واي نوع الضريبة الفطورة اللي هتتكتب لحضرتك الفطورة الضربية مش بيان بيع ازاي هتتكتب الفطورة عشان خاطر اقدر احصل على قيمة الكاشباك كاملة هتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتك وعرفته امتى بعد شهر 9 هنتقابل مع بعض وهتشوفوا مستويات تانية خالص من الدهب هتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتك وستفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة ويريد بتمنى من حضرتك لو استفدتوا بمعلومة واحدة ما تنسوش اضغطوا لايك وشير لي الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس واشوفكم فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله